أرحب بي الأستاذ إبراهيم المليفي مدير تحرير مجلة العربي مساك الله بالخير مساك الله بالنور و كل عام أنت بخير أنت بخير ستين سنة لكن ما زالت مجلة العربي شباب في معلوماتها و في كل أطروحاتها الحمد لله بداية هذا أول عدد نعم صح وهو معاد يعني أنا قلت أول عدد حين أخذ روح أبيع يعني بذي فيها وايد أمونة لأنه ستين سنة صحيح لكن يظل بأن الذكرة جدا جميلة و أنتو حريصين دائما على الغلاف فهذا أول عدد سنة 1958 من اللي بالغلاف اللي بالغلاف حسب المكتوب أن هذا تمور العراق نعم أن يفترض أن هذه يعني فتاة عراقية ولكن لهذا الغلاف قصة أخرى نعم كان رحمة الله عليه بدر خالد البدر اللي هو نائب مدير المدير العام لدائرة النشر النشر في ذاك الوقت المطبعات والنشر هذه الفتاة إما أنها بنت أخو أو أو لعفوا بنت أختها المهم من قريباتها نعم فراحولها في المدرسة اللي كانت موجودة فيها كانت في المرحلة الإما بداية أو المتوسط بالكويت لا أذكر نعم بالكويت بالكويت نعم تمام الجميل في هذا الأمر أن نفس الفتاة هذه التقت فيها العربي نعم في الذكرى الخمسين ووضعتها على غلاف مجلة العربي بعد خمسين سنة وهي يعني ما شاء الله أصبحت الآن جدة نعم ولا تدال تتذكر يعني اليوم اللي تم تصويرها فيه في العربي تتذكر العربي بالخير وهي طبعا الأشهر يعني الغلاف الأشهر من ضمن كل الأغلفة اللي يعني صدرت يعني هل هي شخصية معروفة حاليا ولا هي مجرد فتاة في ذاك الوقت هي مثلها مثل كل فتيات فتاة إذا شافت نفسها الآن ممكن ترجع الذكريات هي باستمرار هذا الغلاف موجود يحضر عندما تحضر سيرت مجلة العربي دائما ما يحضر الغلاف العدد الأول هو الأشهر يعني وبعدين طبعا عندنا الغلاف أو المجلة الثانية هذه الجديدة بس أنت جمعتها وإنها 60 عام مر على المجلة شوف أحيانا بعض التمييز يحتاج لجرأة فكان فكرة التصميم كانت فكرتي بأننا نستعين بجزء من محتويات أو شكل الإخراجي للعدد الأول كان فقط في المنطقة العليا أما بقية الأغلفة الموجودة هي فقط أشهر ديسمبر يعني من ديسمبر الأول حتى ديسمبر هذا الحال الذي بين إيديك فظهر في هذا الشكل و لحد الآن ردود الأفعال عليه أكثر من ممتازة تخترت ديسمبر لأنه وقت الميلاد هذا هو بالضبط وقت ميلاد المجلة تتخيل شكلها و شكل الإخراج أيضا تطور هذا مرة واحدة عملت و سنرجع للي كنا إن شاء الله بعد 60 سنة والشكر لسعادة سفير دولة الكويت في مصر سيد محمد صالح لدويخ هو صاحب فكرة الاحتفال في القاهرة و الذي دعت له سفارة دولة الكويت و قامت بترتيبة وتجهيزة أما الرعاية التي حظيت فيها المجلة و التي تأكد عن اهتمام وزارة الإعلام هو حضور معالي وزير الإعلام محمد الجبري هذه الاحتفالية شخصة فكانت احتفالية أكثر من رائعة لا أستطيع أن أحسب لك عدد الكم و النوع الذي حضر من الشخصيات في هذه الاحتفالية الكلمات التي ألقيت طبعا ليس من المستقرب أن العربي تحتفل أو يتم الاحتفال في العربي في مصر أو في بلد عربي آخر لأنها حق الكل و ليست فقط بالضبط أنا أتذكر في أحد القنوات المصرية التي اعتقدت فيني خلال هذه الاحتفالية قلت لهم بأن لا تستغربون أن العربي ممكن تحتفل في أي مكان لأن العربي صحيح بلد المنشأ الكويت ولكن ليس لها مكان محدد لأن العربي لم تعمل في منطقة محددة بل عملت الوطن العربي هو مكان مجلة العربي ولا تزال هذا الأمر ولا يزال هذا الأمر مستمر احتفال رائع يعني من الأجيال الجديدة التي كانت حاضرة أصابتهم الدهشة عندما علموا بأن أول رئيسين تحرير لمجلة العربي كانوا من مصر اختار أحمد زاكي رحمة الله عليه صح ومن بعد الصحفي الكبير المغفور بإذن الله أحمد بهاء الدين و هذا يؤكد على عروبة المجلة و رسالتها العربية القومية من ذاك الوقت كانت منتشرة في كل مكان يعني إذا سألت أي مثقف في ذاك الوقت أو حتى حاليا الآن يقولك بأن نحن درسنا في مجلة العربي و قرأينا فيها و تعلمنا فيها و استفدنا منها فهي يعني تعتبر مجلة كانت فقط للعرب لكن نحن توقع توسعت السؤال الآن أخو إبراهيم شنو سر ثباته يعني أنت الآن شفت نحن موجودين في عصر التكنولوجيا و عصر و سار تواصل اجتماعي في مجلات كثيرة توقفت خلاص بدأت تكون إلكترونية و شفت الآن الصحف في السنة القادمة قاعدت تفكر بأنها فقط تقف لكن العربي مستمر و أنتم محتفلين و مسوين اصدارات يديدة شوف كان ولا يزال نعم الدعم والتمويل من حكومة دولة الكويت ممثل في وزارة الإعلام هو الأمر الذي كان العامل الرئيسي في استمرار المجلة و في نفس الوقت عندما تزيح هموم الربح و الخسارة المادية المباشرة من عملك كمؤسسة بالتأكيد هذا يوفر عليك كثير من الطاقة يعني بالتأكيد نحن نحتاجين إلى نوع من المنافسة لا يجب أن يكون مردود والمردود ولكن هذا يدخل في خانة مفهوم لا يعرفه الكثير من الناس وهو رأس المال الثقافي رأس المال الثقافي لا يحقق لدولة صغيرة مثل الكويت ربح مادي وإنما عندما مرينا في أزمة مثل أزمة الغزو العراقي الغاشم هناك من لا يعرف بأن مجلة العربي تصدر من دولة الكويت فإهي قوة استفادت منها دولة الكويت ولا تزال كقوة ناعمة من القوة التي تستخدمها في سياسة الخارجية وفي سياسة العامة بشكل عام فجوابا على سؤالك استمرارها كمطبوعة ورقية وراجع للدعم الحكومي لها أما استمرارها الآخر كمجلة تحقق حضور وتميز وبكل فخر أقولها بأنها تحتل المركز الأول على مستوى المجلات الثقافية العربية هذا راجع لجودة المحتوى الموجود فيها إما بالصورة أو في المحتوى المقالات الموجودة فيها والتنوع وحتى المقالات دائما تعتمدون على كبار المثقفين على مستوى الوطن العربي يكتبون مقالاتهم وطبعا لهم أكيد قراء وحتى الغلاف يعني أنتم غلاف كل مجلة تحرصون عليه فأنتم اهتمين جدا في الجودة الفكرية الثقافية وأيضا حتى الورقية والصورة ترى الصورة كانت من العوامل التي حققت نوع من الصدمة في الصحافة العربية في وقتها عليك أن تقرأ يعني هذه المجلة فيها صور ملونة في أواخر الخمسينات هذا الأمر ترى أواخر الخمسينات أصدرت ديسمبر 58 في الشهر الأخير من ديسمبر و أيضا حسن الاختيار لهذه الصور وقتها كانت تكلفة كانت جدا غالية و يعني أنت إذا رأيت تحقق تمييز عليك أن أنت تدفع فلوس و حققت هذا الأمر لذلك الصورة يعني حملت الكثير العلمي يعني في الداخل و في الخارج يعني صورة الغلاف دعني أقول لك أمر البعض يقول أنتم اعتمدتم على صور الفتيات كثيرا في أغلفة مجلة العربي أنا أقول لك شغلا يعني حين هذه الصورة يعني هي بريئة و جريئة في نفس الوقت يعني لو هذه الحين تصدر حاليا سترى في السوشيال ميديا ستتكلمون من وايد عنها نعم لكن في ذاك الوقت كانت فيه براءة أكثر نعم إذا فهمت قصدي أكيد طبعا أضيف نقطة أن همية المرأة التي أولتها مجلة العربي و خصوصا المرأة العاملة و دورها في المجتمع كان من ضمن الرسالة التنورية لمجلة العربي في ذاك الوقت عليك أن تتعرف ما هي أوضاع المرأة في ذاك الوقت و ما هي أوضاعها في الوقت الحالي اليوم أصبح أمر طبيعي أن المرأة موجودة في سوق العمل لكن في ذاك الوقت كان الأمر فيه اعتبارات كثيرة كانت تمنع هذا الأمر فكان من ضمن الرسالة التنورية هو التنبيه إلى وجود المرأة و لاها دور مهم و ليس كصحابة إثارة نعم و ليس كصحابة إثارة بالتأكيد لها يعني هذه بالعكس تعتقد قوة للمرأة الكويتية بأنها من ذاك الوقت ما أخذ حضورها و ما أخذ أيضا حقوقها فهذه تعتبر عامل قوي جدا بس أنا شدي بعد أنا أعجب من الغلاف والموضوع حتى الأسعار يعني بالكويت كانت تنباع بربية ونص نعم مصر ثمانية قروش بالخليج الظار كان كلها نفس ربية ونص فهذه الأسعار الآن تغيرت طبعا بدرجات كبيرة جدا و إلى الآن تباع شوف أنا ممكن أقرأ لك الأسعار اللي موجودة في العدد ديسمبر اللي الآن أمامك الآن هذا وين الأسعار أنا بس أقول لك على بلد واحدة نعم مصر نعم جنيه وربع جنيه وربع الآن ترى بلاشي جنيه وربع يعني أنت عليك تحسبها فقط وتعرف أن هذه من ضمن العوامل نجاح المجلة وانتشارها أنها في متداول الجميع أنها ليست موجهة إلا للشريحة الكبيرة من القراء في الوطن العربي الغير قادرين على اقتناء مثل هالمجلات أنت عارف اليوم يعني الكتب والمجلات أصبح سعرها باهض بالنسبة لأسر كثيرة يعني دخولها جدا محدودة فالمجلة بهذه الأسعار استطعت أن تحقق حضور كبير من خلال التوافع يعني رب الأسرة قادر على اقتنائها كل شهر لا يستطيع شراء كتب ولكن محتويات المجلة قادرة على أن تقدم وجبة دسمة نية بالمئة يتم استهلاكها طوال فترة الشهر كامل ثقافية و علمية إلا أن يأتي معد الشهر البعدة ويصدر العدد التالي لأنها ثقافية و علمية في نفس الوقت رحم بلكويت شم تنباع المجلة؟ نص دينار نص دينار نص دينار أهم حافظة تقريبا على سعرها لأن المجلات الأخرى تباع أكثر منها هذا بعد سعر جدا معقول و يوازي المحتوى الذي فيه أكيد مرت فيه تحولات كثيرة يعني ستين سنة و نحن فيه تطور فيه تطور علمي و التكنولوجي و أحداث كثيرة شنو أهم المراحل التي تطورت فيه هذا شوف الحديث فيه يطول يعني إذا باتكلم عن التحولات أهم التحولات أنا رح أعطيك طبعا ملخص يعني خي نقول فيما يتعلق في التحولات اللي بتعلق برسالة المجلة الرسالة التي حملتها مجلة العربي ثابتة و مذكورة في افتتاحية العدد الأول هي دستورها موجود في العدد الأول اللي كتبها الدكتور أحمد زكي لكن ممكن أقسم لك إياها لثلاث مراحل رئيسية المرحلة الأولى بأن الوطن العربي لم يكن يعرف بعضه لذلك كان اختيار العنوان أعرف وطنك أيها العربي الذي كان يكتب على كل استطلاع من استطلاعات مجلة العربي كان الغرض منه تعريف العرب بالعرب لأن العرب في ذلك وقت لم يكن يعرفوا بعض بالصورة التي نتوقعها كان في وقتها في القومية العربية فتوقع أكيد كانوا متأثرين فيها كانت ما تبلورت بالشكل اللي كان موجود أنا أتكلم على أن المواطن العربي اللي موجود في المغرب ما الذي يعرفه عن دول الخليج كثقافة وكعادات كحدود وحدود كعلم كدولة كشعب التفاصيل التفاصيل لا يعرف عنها أي شيء تمام أنت شونه ذكرت قبل شوية قلت دول الخليج غير محدد لأنها بكل بساطة لم تكن مستقلة أصلا في ذلك الوقت استقلال دول الخليج في الواحد السبعين يعني مجموعة من الدول البحرين وكلهم في نفس السنة والإمارات كلهم تقريبا كانوا في وقت في واحد سبعين فهذه المعلومات غير متوفرة أنا أعطيك مثال وأيضا معرفة الخليجي بما يحدث في الوطن العربي من قضايا أنت أعجبك الغلاف العدد الأول أنا أقول لك ما الذي يحتويه هذا العدد الأول هناك استطلاع عن البحرين هناك استطلاع عن تمور العراق هناك استطلاع عن مصر هناك استطلاع عن الجزائر و سأتوقف عند الجزائر الجزائر لم تكن مستقلة في ذلك الوقت ذهبت العربي إلى الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي والتقت بمقاتلين و مقاتلات الجيش تحرير الجزائر في ذلك الوقت والتقوا بالجنود و معسكراتهم حتى تنشر الوعي في هذه القضية العربية التي لا يختلف عليها أثنان لأن المحتل كان فرنسي والأرض كانت عربية فبالتالي مثل هذه القضايا كانت هذه الرسالة استهلكت وقت طويل من عمر المجلة في المرحلة الأولى المرحلة الثانية الآن الكلام جميل متواصل فممكن نطلع فاصل بعدها نكمل المرحلة الثانية و ندخل في المرحلة الثالثة إن شاء الله بعد الفاصل المتواصلي مع الأستاذ إبراهيم المليفي رئيس مجلة العربية مستمرين معكم و حديثي مع الأستاذ إبراهيم المليفي رئيس مجلة العربية تكلمنا عن المراحل التي مرت فيها مجلة العربي من أول مصدرات سنة 1960 أول مرحلة كنتوا يعني كانوا يعني بركزون على أن العرب يعرفون بعضهم بالتفاصيل من علم من عملة من حدود هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية شنو المرحلة الثانية هذه استغرقت وقت طويل وهي الانتقال في تعريف العرب في العالم حين توسع توسع من عرب إلى عرب عرب إلى عالم عالم إسلامي و العالم الكرة الأرضية كلها ممتاز فبالتالي حققنا الانتشار يعني والبحث عن قصص مختلفة من حضرات ثانية ولكن ليس فقط الذهاب من أجل الذهاب الذهاب إلى المناطق البعيدة هذه في مجموعة من العناصر الرئيسي الذي يركز عليها وهو الحضور العربي الإسلامي في البلدان البعيدة مثل أستراليا برازيل أرجنتين اللغة العربية و أيضا الحضور الديني الإسلامي بقدر يعني بقدر ما هو متوفر في هذه البلدان النقطة الثانية التوجه اللي قامت فيه العربي نحو آسيا يعني تقريبا غطت قارة آسيا كلها ما بقل فيه دولة أو دولتين فقط ما رحنا لها و ليس الغرب منها أيضا تحقيق الأهداف التي ذكرتها بس ولكن التجارب الأسيوية في التحديث و في التحقيق يعني التشابه اللي بيننا وبينهم في التمسك في العادات والتقاليد و الموروثات هذه كلها و في نفس الوقت ما أثر على عملية تطورهم و اتجاههم نحو الصناعة و العلوم و الثقافة و تحقيق الكثير من معدلات التنمية إذن لماذا نحن لا مستمرين في البحث النماذج الغربية للتحديث في بلداننا لذلك حاولنا أن نحن نتقرب من آسيا كثير من أجل هذا الحدث المرحلة الثالثة هي المرحلة الآن التي نعيشها بكل تفاصيلها بكل تفاصيلها يعني الرسالة موجودة عربية قومية و لكن عليك أن تنظر في أحوال الوطن العربي الآن و تعرف بأن اليوم الهويات الفرعية و صعودها أصبح هو المكتسح فمهمتنا أصبحت صعبة عدنا لما كنا يعني كنا نطمح ل اللغة العربية في ذاك الوقت ننروج لها من أجل تجويدها من أجل تكون في حالة أفضل اليوم نحن قاتل من أجل الحفاظ على اللغة العربية بأن لا تندثر و أن لا تستولي عليها اللغات أخرى ثانية بسبب الميول الموجودة عند الأجيال الجديدة نحو عدم استخدام اللغة العربية هذه قضية طبعا يوم 18 أمس كان أمس اليوم العالمي للغة العربية هذه قضية عادت لنا بشكل آن بس شيء جميل ترى الكوتكل احتفلت و كل المدارس احتفلت الخاصة و الحكومية فنحن مهتمين في أنتو العربي و ممقصرين بس الآن هذه ثلاث مراحل ذكرناها الآن على العدد اليديد قاعدة صف حمسة يعني حتى كاتبين عن أورلاندو و و ديزني و كذا فهي مريحة و ممتعة يعني مو بس متخصصة بالأمور العلمية و الثقافية و الأدبية هي أيضا فيها أمور متعة هو فيه اعتقاد بأن المجلة الثقافية تاخذ رتم معين لا تونس شعر فقط لا لا هي تونس المتخصصين أو يعني تسعد من أصحاب المجال لكن هذا الكلام غير صحيح و هذا الأمر ما حدث اليوم ننزل بكل أعداد مجلة العربي تجد أن الأبواب فيها تغذي عدة أشياء كثيرة حتى الرياضة نضطرق لها بين الحين و الآخر أيضا الانفتاح في مواضيع مستجدة مثل التكنولوجيا و غيرها أيضا على صفحات المجلة فبالتالي لن تجد فيها نوع واحد فقط الثقافة مفهوم شامل يعني هو ليس قصة قصيرة أو شعر أو رواية أو شكل معين بالعكس الثقافة هي المعارف كلها فهي شاملة كل شيء بالتأكيد نقطة ثانية لأن ما شاء الله الوقت يأخذنا والموضوع يعني كبير ذكرتم سألنا في مراسلين و في سفرات و شون طريقتهم يعني حتى بذاك الوقت يعني من بعد الستينيات دشين في حروب كثيرة كانت تتم تغطيتها إحنا ما نغطي يعني العربي لا تذهب إلى المناطق الساخنة و ليس هذا مجالها ولكن الجزائر استثناء من القاعدة الحرب اللبنانية في فترة من الزمن لبنان فيها بعض المناطق كان فيها شوية نوع من الهدوء ذهبنا إلى كردستان أثناء حكومة طافية صدام حسين في ذلك وقت لكن كانت منطقة كردستان في ذلك وقت منطقة محمية في قرارات مجلس الأمن الدولي فكانت منطقة أمان لكن هي لا تذهب للمناطق الساخنة لأن ليس هذا مجالها هذا مجال يعني تعامل أخباري آخر من خلال الصحافة اليومية أو بكالات لكن مراسلينكم موجودين شوف كلمة مراسلين يعني شوي كبيرة هو الحقيقة الأمر نعتمد على التكليف محقق يعني و أيضا نقوم بصناعة موادنا من داخل يعني نحن نذهب و ننتج هذه المواد و نأتي بها بمعنى عن طريق الاستطلاعات طبعا ولكن الاستكتاب عن طريق التواصل اليوم التواصل أصبح جدا سهل ولعل الذهاب إلى مؤتمر واحد يعني يكفينا عمل وجهد كبير من خلال التواصل المباشر مع كثير المفكرين والأدباء الذين تعرف عليهم و عن طريق نتعرف على أسماء أخرى مهتمين في الطفل و بجلتكم العربي الصغير نعم الذي تعتبر ملحق للعربي شوف هي بدت ملحق من الأعداد الأولى من مجلة العربي ملحق صغير داخل مجلة الأم حتى عام 1986 1986 لا و لا كبر أنا بيضل نفس ما استمح و صغير لأن إذا كبر راحت المجلة يصر مع الأم نعم ف86 ظهرت المجلة العربي مجلة مستقلة واستمر هذا الأمر حتى وقع الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت تعطلت الرسالة فترة بسيطة ولكن في عام 96 رجعت المجلة المستقلة من ذاق الوقت إلى اليوم مستمر سنة 90 سنة الغزو وقفت صح مع الأسف لأن أنا أرى ديسمبر 1990 حطين أسود فهي لم تصدر فيه كان هذا أمر خارج إرادتنا لأن بكل بساطة الكويت هي بلد المنشأ فبالتالي عندما وقع الغزو كل شي توقف ممكن تكون سلاح وسيلة بأن نبين للعالم تم استغلال هذا السلاح عن طريق جهات أخرى ووسائل أخرى لأن الفضاء التي تعمل فيه مجالة العربي ليس هو مجال السياسة عدنا بحدود الممكن أن هذه قضية وطن التي تصدر فيه مجالة العربي لكن ممكن أذكر لك نقاط مضيئة أن بعد أن تحررت الكويت مجالة العربي عادت للصدور مرة أخرى ولكن ليس من الكويت من مصر نعم 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 تم رئيس التحرير الذي كان يعمل على صدار مجالة العربي وطبعا بالتنسيق مع كثير من الجهات عادت مجالة العربي للصدور حتى استعادة الكويت عافيتها وعادت المطبعة والأجهزة وغيرها توفرت كل البنية التحتية التي تؤدي لصدورها مرة أخرى في ذاك الوقت الآن لدينا كثير من الشباب كتاب مثقفين وعلى فكر كبير صراحة هناك أشخاص أعرفهم شخصيا هل يمكن أن يشاركون يكتبون في مجلة العربي كانت ولا زال مجلة العربي مفتوحة للشباب ولكن دعني أقول لك أمر يهمني جدا الرسالة ستوصل عن طريق قناتكم العزيزة النقطة الأولى أن هناك أبواب فتحت في مجلة العربي من أجل الشباب بمعنى مسابقة القصة القصيرة التي تنظم في مجلة العربي هي تتم بالتعاون في المرحلة الأولى كانت مع قناة البي بي سي وهي للهوات وليس المتخصصين فمن يفوز فيها هو فاز في قناة يعني مع مجلة العربي وتداع هذه القصة تقرأ في قناة البي بي سي انتقلت المسابقة إلى قناة المونت كارلو التي في فرنسا الآن مستمرة فلك أنت تتخيل هذا الأمر نحن يقولون من الكتاب المشهورين عندنا أو الشعراء اللي كتبوا نزار القباني صحيح لكن متى كتب نزار القباني في مجلة العربي إن كتب لما كان شهرته مو بشهرة نزار القباني اللي الناس تعرفها قبل لا يأخذ شهرته فهي مفتوحة لكن علينا نكون واضحين بأن مجلة العربي هي كويتية المنشأ عربية الرسالة لذلك هي مفتوحة ولكن للوطن العربي كله وليس لبلد واحد فبالتالي عندنا الخيارات يعني كثيرة مثل ما قلت لك اليوم الوسائل التواصل الاجتماعي وفرت الثورة الرقمية والمعلومات في التواصل أصبحنا الآن نطلع على كثير من التجارب الرائعة والجيدة بالتأكيد لن يكتب لدينا شاعر ليس له إصدار على الأقل ديوان واحد يمارس الكتابة من قبل أو نشر مقال واحد على الأقل عندها تجارب على الأقل أن يكون لها تجارب لأن في النهاية الأمر تنقل خلاصات وقدرة على التأثير في الناس والفائدة لأنها لا يوجد واسطة الثقافة لا يوجد واسطة يفترض يفترض ذلك بدون شكل و لازم يكون هذا شيء موجود شغلة ثانية مجلة العربي ساهمت عيل في نجاحات كثير من مشاهير العالم العالم العربي والله يعني منهم نزار قباني يعني أنا استوحيت هذا منه يعني شوف النزار قباني طبعا هو هو أتانا وهو معروف و كتب عندنا يعني في العربي قصيدة واحدة فقط و استمر طبعا شهرتها بدون شك لكن الكثير من الأقلام أنا شخصيا من الناس كنت أكتب على صعيد المحلي أصبحت الآن معروف عن طريق كتاباتي في مجلة العربي هذا بدون شك ولكن هناك ناس معروفين في بلدانهم فكان دور العربي أن قراء من بلدان عربية ثانية تعرفوا على هذا يعني من كل شيء هناك المئات من الأسماء في مجالاتها إن رأيت الفلسفة انبغيت في علم الاجتماع في النقد في الروائيين الشعراء التجارب هذه موجودة هناك ناس مشهورين في بلدانهم ولكن ليسوا مشهورين على مستوى البلدان الأخرى لذلك دور العربي هو نوع من التحريك هذه الأسماء وإدخالها يعني كسر الحواجز ودخولها إلى هذا هدفه ما شاء الله وقعد بدون شك وقعد حققه بشكل كبير الحين أي إصدار وصلته وكيف رغمه اللي عندك 721 721 نعم إن شاء الله يعتبر عدد كبير وهي تكون طريقتها شنو هل ممكن مثلا بأن في السنة تكون في أكثر من إصدار أنتم محددين ومجلة العربي إصدار شهري فإننا في السنة لدينا 12 عدد ومجلة العربي الصغير أيضا نسو شيء إصدار شهري كل 12 شهر يعني لا يمكن تجاود مثلا مرة بشارة تضعون إصدار أي أو هذا شوف وطيرة الصدور يعني نحن نصدر عن وزارة الإعلام المسؤولة عن وطيرة الصدور في المطبعات كلها اللي موجودة في القطاع الخاص فلا يوجد صحيفة تستطيع أنها مثلا تنشر طبعتين إلا بدون إذن من وزارة الإعلام فبالتأكيد نحن نكون أول الناس الملتزمين بإصداركم الشهري فقط نعم هذا وطيرة صدور ما في مجال لتجاوزها الآن شفت التكنولوجيا اللي وصلنا لها والكل خلاص يعني قام يقرأ الجريدة والمجلة على الطريق الإنترنت أونلاين فقاعدت تشوف أن هذا ممكن يؤثر على المجلة أم المجلة هي ماشية ورقية أم تتوقع إذا كان الفكرة الربح والخسارة المادية بالتأكيد هنا خارج الحسابات هذه ومن يبحث عن المطبوع الورقية سوف يجد العربي ومن يبحث عليها بصورتها الرقمية سوف يجد موجودة في الانترنت متوفرة البديف نعم فهي موجودة في كمتا الحالتين لكن نحن نستمرين عليها كورقية في اللحظة الحالية في المرحلة التي نحن فيها ومن خلال يعني سنقول طالما أن هناك أجيال لديها رقبة في استخدام الورق فبالتأكيد ستكون لنا حاجة لا يوجد حتى الآن هناك تصور مثلا الانتقال إلى مطبوع رقمية يعني علينا ننظر إلى المراكز العالمية المنتشرة فيها التكنولوجيا لا تزال الصحف الورقية موجودة في بلدان المتطورة نعم هي تتجه إلى عملية الإقفال وتخفيض النفقات وغيرها إلا أن بالنسبة لنا في الوضع الحالي لا يزال الطلب عليها كمطبوعة ورقية على فكرة العدد الأخير شوية تأخر بس في البحرين شوية يعني في بعض الظروف تتعلق بعملية الشحن وغيرها تأخر شوية وعدة كم تطبعون بالشهر خمسين ألف خمسين ألف توزع هذه كلها توزع في الوطن العربي وشلو أكثر في الوطن الحالي نعم أكثر دولة تطلب عدد منها أكثر عدد من المجالة العربية يذهب إلى جمهورية مصر العربية بس أنا لازم أقول لك أن هذا الرقم هو وضع مؤقت لأن بعض الأسواق العربية أقفلت في أوجهنا بسبب الحرب وبعض الدول الأخرى بسبب بعض التوترات الأمنية فيها لذلك بمجرد زوال هذه الأسباب سوف تعود مجلة العربي إلى ما كانت عليه وربما أكثر إن شاء الله يا رب سؤال أخير طبعا حضرت صاحب السمو والله يحفظه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو من الداعمين لمجلة العربي والله شوف مو بس من الداعمين هو يعني من سنين هو من الرعاة اللي رعوا الفكرة في بدايتها وعندما ننظر إلى كل مراحل اللي مرت فيها المجلة نجد أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد كان موجودا في ذلك الوقت وكل المناصب اللي تولاها لم يترك مجلة العربي كان دائما السؤال عنها منذ التأسيس وفي المرحلة الأولى وهذا النقطة لازم أقولها أنه دكتور أحمد زكي كان يذهب بين الحين والآخر إلى حضرة صاحب السمو عندما كان رئيس دائرة الإرشاد في ذلك الوقت في المعارف لا دائرة الإرشاد كان يعرض عليه مجلة العربي ومحتوياتها كان يعني حتى في صورة تجمعهم وكان هو دائم بين فترة وفترة يزور المطبعة ويتفقد أحوالها فهذه الرعاية السامية ظلت موجودة حتى في اليوبيل الفضي في عام 1984 هو كان رائي الحفل وألقى فيها كلمة في عام 1984 وهو وزير الخارجية فكان الله يحفظه باستمرار داعم وراعي لمجلة العربي إلى هذا اليوم أنه بالنسبة لي هي وليدتها يعني بدون شك الله يحفظه هذا واحد بلانت أفكاره نعم بالتأكيد إذا عندك كلمة خيرة أخو إبراهيم أنا شاكر لكم وأحب أقول أن العربي بدون اهتمام قراءها وتفاعلهم لا تستطيع أن تواصل مسيرتها مجلة العربي بدون دعم وزارة الإعلام لها لا تستطيع مواصلة رسالتها التحديات التي نواجهها اليوم لا تقل أهمية عن التحديات التي نواجهها في السابق أعتقد أن مواجهة الثورة الرقمية والتعامل معها أمر في غاية الأهمية ويجب علينا أننا يعني تتوفر لنا كل السبل التي تساهم أن العربي تواصل مسيرتها وبإذن الله يعني تكون علامة من علامات التمييز والفخر لدولة الكويت لأن بالفعل من أجود المنتجات التي قدمتها الكويت في أبهى مراحلها أثناء بداية تطلعاتها ونهضتها الحضارية كانت مجلة العربي حاضرة وعلينا يعني أختم في هذه الكلمة أقول بأن ديسمبر 1958 دولة الكويت لم تكن مستقلة فعلينا أن ننظر إلى حجم التطلعات التي كانت موجودة في ذلك الوقت هذا يرد على أي شخص أو مشكك أننا لدينا ثقافة وعندنا تراث وعندنا تاريخ ونهتم في العلم واللغة العربية شكرا لك جدا شكرا لكم وعطيكم على الفعافية باسمكم أشكر لأستاذ إبراهيم المليفي مدير تحرير مجلة العربي دعوكم معنا بعد الفاصل مع عظيف كريم